يقترب العراق أكثر فأكثر من كارثة مالية تهدد مستقبله وشعبه بعد تصاعد التحذيرات التي أطلقتها لجان برلمانية ومختصون بالشأن الاقتصادي دعوا فيها الحكومة الحالية إلى تغيير سياستها التي وضح فشلها بعد تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار كأخطر تحول اقتصادي ورغم الموازنة المالية الضخمة للعام الحالي البالغ نحو 112 مليار دولار المرسلة من الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليها إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير نحو الهاوية والسبب بحسب النائب صباح العقالي هو عدم وجود خطط اقتصادية حقيقية في إعداد الموازنة بجانب فشل الحكومة في تعظيم موارد الدولة وفقدان سيطرتها على معظم الإيرادات وعدم تفعيل الزراعة والصناعة ولا القطاع الخاص ما سيدفع البلاد نحو أزمة ستنعكس نتائجها الكارثية على المجتمع العراقي بعد إغراق الخزينة بالديون الداخلية والخارجية كما أن ربط الموازنة بتسعيرة تخمينية لبرميل النفط أحد مؤشرات التخبط الحكومي مصادر برلمانية رجحت إخضاع الموازنة لعدة تعديلات أبرزها رفض الاستقطاع من رواتب الموظفين وتقليل الكثير من النفقات في وقت خلت فيه الموازنة من أي مخصصات للمحافظات المنكوبة من جراء الحرب والتي تعاني دماراً واسعاً في البنى التحتية ومنازل سكانها المعطيات المذكورة أجبرت اللجنة المالية البرلمانية على التحذير من إفلاس العراق في غضون ستة أشهر فقط من تمرير مشروع قانون الموازنة وصفة نوعود الكاظمي بشأن الإصلاح في الموازنة بالمتناقضة لكن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء العرجي ذهب في تصريح له إلى أبعد من ذلك مؤكداً أن حلول الكارثة الاقتصادية في العراق هي مسألة أيام وليس أشهر في حال تم تمرير موازنة 2021 ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الأزمة المالية ستسفر عن ارتفاع نسبة الفقر بين العراقيين حتى 60% من مجموع السكان وتدهور الخدمات الأساسية والتعليم والصحة فيما يفاقم تلك المعاناة المرتقبة الفساد الحكومي في مختلف القطاعات وفضيحة تهريب الأموال إلى الخارج التي بلغت نحو 350 مليار دولار بحسب لجنة النزاهة البرلمانية أما الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هو المواطن المغلوب على أمره